تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة صحة وسعادة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي المستمعين وسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي في هذا البرنامج مستمعين نفتح حفاق التواصل معكم لاستقبال آرائكم ملاحظاتكم اقتراحاتكم كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام فأهلا ومرحبا بكم في هذه الساعة الإذاعية التي نتمنى أن تكون إن شاء الله عامرة بالمعلومة الصحية التي يعني نصل بها وإياكم إلى نمط الحياة الصحي والسعيد نمط الحياة المنشود الذي يقينا من مختلف الأمراض إذن أرقام التواصل معنا 6-0-5-5-1-4-1-4 أو عن طريق الرسائل النصية على 4-0-6 وأيضا متواجدين معاكم عبر حساب نور دبي في الإنستجرام لايف مستمعين طبعا قبل أبتدي معاكم الحلقة خلونا رحب بفريق العمل معنا في حلقة اليوم عندنا في الإعداد حسني البلاونة في التنسيق ميرا الإخفلي وأيضا في الإخراج يعني بعد زمن طويل يعود إلينا المبدع أيمن سرحيل شو أخبارك أيمن طيب ننبسط لما تكون معانا في البرنامج عموما نأخذ في البداية فقرتنا الطبية ولكن يعني هذا المشاء الله هذا الشهر حافل بالفعاليات اليوم يعني نتكلم عن انطلاق بعد أسبوع بلا مراكز خدمة في إمارة دبي اللي إن شاء الله سوف تشهده الإمارة يعني حتى يوم الخميس 25 الجهري تحول مراكز الخدمة إلى مراكز توعوية وإرشادية لبناء ثقافة التحول نحو القنوات الذكية في سداد رسوم المعاملات والخدمات الحكومية في الإمارة هذا الموضوع ما نسلط عليه الضوء إن شاء الله خلال برنامجنا ما نتكلم عن الخدمات كذلك اللي تحولت إلى يعني الأمور الذكية أيضا ما نستعرض خدمة خدمة خلال هذا الأسبوع معنا الأخت عبير عسكولة خصائية التغذية في هيئة الصحة في دبي عندها الفقرة فقرة التغذية اليوم وهي حمية الكيتو صح السادة عبير السادة عبير صباحك الله بالخير الله يصبحك بالخير شو حمية الكيتو هاي بعد؟ هاي يعني فينا نقول حمية الجديدة على الموضوع خبرين عنها هذي أنا ما تتسبب على هذا قولي لا كتير من الناس يستعملوها ماشينا عليها هلأ هي بيزة تمدوا إجمالا على البروتين بتتعدوا عن النشويات فتقريبا يعني ممكن يأكل خبز صغيرة باليوم أو حبة فواكه بس كل اليوم وبقاء الأكل بيكون مصدر الأساسي من البروتينات أو الدهون طبعا بيحبوها الناس لأنه بينزلوا عليها الوزن بطرعة مهم فيعني كتير من الناس يسألوا عنها وهيك فنحن يعني هبين نحكي عنها لنواقع الناس سويا لأنه هي مش حمية صحية ممتاز هذا اللي كنت بغسلتش أيانا الصراحة يعني إذا تعتمد على نمط واحد من الأغذية إذن في نواقص من مش يعني متوازنة ما فيها كل العناصر الغذائية صحيح فممكن مثلا إذا مش عليها أسبوع أسبوعين ما يتضرر ينزل وزنه بس إذا بنستمر عليها فترات طويلة بكتير بيصير فيه نقص بيتامينات ومعادن الموجودة بالخضار والفواكه لأنه كتير بيبدعتوا عنها ممكن يصير فيه إمساك بسبب اللي تلأكل هاي الأشياء بحثوا بوهن وطبعا لأنها صعبة أكتر الناس ما بيقدروا يستمروا عليها وقت طويل فوقت اللي بيوقفوها وبنرجع للنمط الأصلي بيزيد الوزن أكتر من قبل بيزيد بسرعة ممتاز بعد ما يعملوها بيرجعوا لعنى زعلانين في النهاية يعني خصائي التغذية هل ينصحون فيها ما ينصحون فيها هل في حالات معينة في حالات مرضية معينة أحيانا مرضى الصرع بتكون مفيدة لهم يعني اخصوص هذا المرض هذا شيء تاني بس للحالات التانية لا لأنه عادة صح ينبينزلوا أسرع بس هذا النزول ما بيستمر نرجع لأنه مستحيل حدا يقدر يستمر عليها وقت طويل كتير حمي صعبة وما فيها نشويات نحن معظم أكلنا يعني تقريبا نصف الوجبة لازم تكون نشويات فوقت اللي بنوقفها كتير لفترة خلص شهر بنقول شهرين خلص بيزهق المريض بيرجع يأكل أكتر من قبل ويصير زيادة الوزن أسرع من وين اسمها الكيتو هاي الكيتو إجت هي من الكيتو لأنه نحن الجسم يستعمل السكر مصدر طاق اللي بيجي من النشويات فلما ما نستخدم السكر أو ما ناكله بصير يكسر الدهون بالجسم بتتحول هاي لكيتون لتغذي الدماغ من هون إجاب اسم طيب مننصح الناس يعني لما يعملوا دايت يعملوا شيء متوازن عشان نقدر نستمر عليه ويضل الإفكت طبعه لوقت طويل ممتاز يعني هذه تبغين الصد يعني كانت في فترة من الفترات أنا حد قبل ثلاث سنوات كانوا الناس يتكلمون عنها وكانت صايرة ترند الحين أنصدم لما ترجع ترند مرة ثانية أو أن الناس بدأوا يتوجهوا لها يعني بشكل كبير ناس عم يمشوا عليها ودايما كلهم بينزلوا أول مثلا أسبوع أسبوعين ثلاثة وبيرجع بسيد الوزن أكتر من قبل يعني دائما نحن شون نقول ذكريني كان عندنا مدرب في الرياضة زين أي واحد ما شاء الله وزنه يعني حجم عائلي ما شاء الله فيقول لي أبغي أنا أضعف أبغي أضعف في ثلاثة شهور كابتن قال لي أنت في كم قاعد تربي في هذه الدهون قال لي وصل لي أربع خمس سنوات قال لي أربع خمس سنوات أبغي تشينهم في ثلاثة شهور مزوط نزيل فهي الفكرة يعني الهبوط الكبير في الوزن يعني بقامل صعود كبير فجأة وممكن يأثر بشكل سلبي طيب آخر شيء تبغي أن تقولين خد تعبير عن الكيتو آخر شيء بدي أقوله أنه هو دائما نقول أحسن الحلول حل الوسط التوازن نخفف الأكل نخفف الأكل المنبرة ناكر شيء صحي ومتوازن صح ما مننزل بسرعة بس على الأليلة منحافظ عليه يعني مننزل على التدريج ومنظل عليه لواء الطويل شاكرين لتش شاكرين لتش شاكرين لتش أستاذ عبير عسكو لخصائية التغذية في هيئة الصحة في دبي كانت تحدثنا عن حمية الكيتو هذه الحمية المعنية بأكل البروتين فقط والاستغناء عن النشويات وذكرت أن هذه الحمية غير صحية يا جماعة الخير والواحد ما يتبع هذه الحميات من غير ما يرجع لأخصائية تغذية هم الأدرة في هذا الموضوع اليوم نركز على موضوع التغذية بشكل كبير في حلقتنا ولكن خلوني أقرأ لكم هذه الدراسة ومن أطلع فاصل أظهرت مجموعة أبحاث علمية أن التمارين الرياضية الدورية لها نفس النتائج الإيجابية التي يحققها التأمل وأدوية الطب النفسي في علاج الكآبة والقلق والتقلبات المزاجية وأشار علماء من جامعة بوستن وجامعة فرجينيا الأمريكيتين إلى أن ممارسة الرياضة قد صنفت أفضل من العلاج بالأدوية الطبية النفسية التي قد تحدث آثارا جانبية على الرغم من فعاليتها الإيجابية على المريض حيث أن أحيانا ما يؤدي استخدام الأدوية المضادة للاكتئاب إلى آثار جانبية تتمثل في ضعف الرؤية والقلق ليلا وكذلك زيادة في الوزن والانخفاض في الرغبة الجنسية تتضمن التمارين الرياضية رفع الأثقال اليوغا السباحة كذلك المشي والجري بشكل دوري كما أن للتدريبات الرياضية فوائد صحية أخرى فهي تساعد في خفض ضغط الدم تنشيط الدورة الدموية عمل الدماغ بالإضافة إلى تحسين جودة النوم وتنظيم معدل السكر في الدم ما دفع الباحثين إلى طرح مثال بشأن التمارين الرياضية المثال يقول تخيلوا لو أن كل الفوائد السابقة قد اجتمعت في حبة دواء واحدة فكم ستكون تلك الحبة صغيرة فعالة واستثنائية في نهاية الدراسة نوها العلماء إلى ضرورة أن يحض الأطباء النفسيون مرضاهم بشكل أكبر على مزاولة الرياضة بشكل دوري فهي سلاح طبي أساسي وفعال في مكافحة القلق والاكتئاب إذن التمارين الرياضية سلاح طبي فعال ضد القلق والتقلبات المزاجية وش لكم في الحبوب؟ والله الرياضة يعني تغير نفسية الواحد تخليه مقبل على الحياة بإيجابية تخليه واثق في نفسه أكثر فعليكم بالرياضة يعني بعد حين واحد يقول شسم حين أنت تقول حق الناس لا تأخذوا حبوب الأدوية الكآبة وكذلك أنا ما قلت شذلك بس أنا أقول لك الرياضة بتساعدك بشكل كبير حتى أنت إذا عندك لا سمح الله يعني بنت ولا ولد عندهم كآب عندهم يعني أمراض نفسية قلق يا أخي حفزهم على الرياضة اطلع ألعب رياضة وياهم نزيل أيما نشوف يمع شو يبغي يمع صباحك الله بالخير زمين للعزيز جمع من الثالث تسمعني ها نزيل نطلع فاصل بعد الفاصل يا السلام عليك يمعي آكلة الفاحة هني فاصل وراجعين صحة وسعادة سعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وحياكم الله معانا في برنامجكم صحة وسعادة هنا يقول في سؤال على أربعة صفر صفر ستة انتشر مقطعا وحدة نزلت في حدود الخمسين كيلو بسبب حمية غذائية تكون فقط من أكل فواكه والخضار فهل هذا النوع مضر للصحة؟ طيب أنا بقول لك شيء بعد الفقرة هذه إن شاء الله بتكون عندي دكتورة وفا عايش في الستوديو بخليها ترد لأن أنا الممكن أرد عليك بس أنه لا خذها من أهل الاختصاص أرقام التواصل معانا ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربعة واحد أربعة أو عن طريق الرسائل النصية على أربعة صفر صفر ستة أيضا أبغي أنوهني شغلة يا جماعة الخير السبوع الماضي كانت عندنا مسابقة مقدمة من هيئة الصحة بدبي ألف درهم يوميا بالتزامن مع مشاركة الهيئة في جايتكس الفين وثمنتعش طيب الليوني فايز واحد يعني بس لأن الحين مبنى الإدارة نحن نتمنى من اللي يسمعون إن شاء الله وبعد ميرا اليوم بتتصل فيكم مرة ثانية هي اتصلت السبوع اللي طاف بعد بتتصل فيكم اليوم مرة ثانية وتبلغكم إذا كنت استلمت الجائزة زين ما استلمت زين مر عندنا إن شاء الله والجائزة موجودة ليسأل عن مبنى الإدارة العامة في هيئة الصحة بدبي عند التلفزيون مباشرة في مسيد هنا عند المسيد الدواري هذا نجاب للمحكمة نحن هناك موجودين هذا مبنى الإدارة طيب استجابة لمبادرة أسبوع بلا مراكز خدمة التي اعتمدها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله تشجيعا للمتعاملين على التحول للقنوات الدكية للحصول على الخدمات وسداد رسوم المعاملات الحكومية وصولا إلى حكومة بلا أوراق حددت هيئة صاحب دبي حزمة من خدماتها المشاركة بهذه المبادرة ومنها المعاملات الالكترونية المتعلقة بنظام شريان والمعاملات الالكترونية المتعلقة بحجس قاعات التدريب في المشاهات والمؤسسات التابعة للهيئة اليوم ما نتكلم عن نظام شريان معايا في الستوديو لخة ليلى الحداد مسؤول العناية بالمتعاملين بقطاع التنظيم الصحي في هيئة صاحب دبي صبحت الله بالخير أختي ليلة صباحين واربح موقعين أنا أبغي أوجهها الحين بيبان نحن على الهوى ليلة ما تطلع معانا يعني في الناد ريم كنت تطلع معانا مرة وحدة في السنة ولكن أبغي أوجه له يعني يقولون المذح في الوي مذمة لكن أنت تستحقين للأمانة هذا المذح لأن ما في مرة حول نالك أي موضوع سواء عن طريق برنامج البث المباشر أو حتى عن طريق برنامجنا إلا ما شاء الله عليك خذتي وخلصتين لياه بشكل سريع فهذه رسالة يعني رسالة شكر نوجهها لتشختي ليلة أيضا تثمينا لهذه الجهود أنت واحدة من الجنود المجهولين في الهيئة ولكن تستحقين هذا الثناء أنا أقولها من باب تعامل وتجربة حيصار لي معاك ما شاء الله أربع سنوات يمكن في هذه الحدود عموما خلينا نرجع لموضوعنا نتحدث عن نظام شريان بشكل عام أول شي خبرين شو هذا النظام بداية نظام أخي محمود أنا أشكرك وأشكر برنامج الصحة والسعادة على تضافتنا لي اليوم في الأستيديو أساس أن نتكلم عن مبادرة أسبوع بلا مراكز الخدمة طبعا نحن على السنة الثانية على التواري نشارك في المبادرة الطيبة فبالنسبة البوابة الإلكترونية اللي هي شريان اللي مختصة بإصدار التراخيص وجميع الخدمات المتعلقة بإتراخيص المهنيين الصحيين والمنشآت الصحية من تقديم الطالب على ترخيص جديد على تجديد الترخيص على نقل الترخيص إلغاء الترخيص ترخيص المنشآت الصحية وتجديد المنشآت تغيير الموقع المنشآت فكل ما يتعلق بالتراخيص الصحية في قطاع الصحي في إمارة دبي سواء طبعا بالنسبة للمنشآت يتكون القطاع الخاص وبالنسبة لأفراد المهنيين الصحيين القطاع الخاص والقطاع الحكومي دائماً يتلجؤون لبوابة الإلكترونية هي شريان لتقديم الطلباتهم عليها جميل النظام شرياني شارك هذه السنة بمبادرة أسبوع بمراكز خدمة والتي هي معنية أصلاً بآليات الدفع عبر هذا النظام فخبرين عن هذه الآليات مثل ما قلتك بوابة الإلكترونية الشريان أصلاً تتماشى مع المبادرات الذكية بحيث أن 100% 100% خدماتنا الحمد لله إلكترونية مثل ما تطرقت الموضوع فبالنسبة المبادرة هذه طبعاً يعني الهدف طبعاً الرئيسي من المبادرة هذه الدائرة المالية فكروا فيها مثلاً ما قلتك السنة الثانية على التوالي العام كان يوم واحد هالسنة أسبوع الحمد لله العام نجحنا في نجاح كامل وتم تكريمنا من قبل الدائرة المالية نشكرهم على هاي المبادرة أيضاً الخدمات هذه تقدم بحيث أن توفر على المتعرفة عاملين عناء القدوم إلى المتاخذ نعم توفير الجهد توفير الوقت بحيث أن البوابة هذه متاحة خلال الأربع عشر ساعة طولة أيام الأسبوع من كل دول العالم ممكن يقدمون على على النظام بكل سهولة بكل يسر في مركز الاتصال طبعاً ممكن إذا في عندهم أي استسارات ممكن يردون عليهم فيه رقليشن اللي هي إيميل ممكن يعني يبعثونا إيميل على الرقليشن إذا فيه أي استفسارات أو أي متطلبات رقليشن تعني يدور على موقف يضيع وقته فممكن في أي مكان هو يالس في البيت يالس في الكوفي شوب يالس في أي مكان ممكن يعني على طول يقدم على الطلبات يضيع فلوسه بعد النبي أول شيء بترول بيتفع بترول الثانين بيدور باركينغ الباركينغ أوردي بيتفع عليه طبعاً ويساهم بعد حتى في حماية البيئة يعني شكراً ما راح يستخدم مثلا وسائل المواصلات فيها اليوم ولا طباعة ولا أي شيء كل شيء للزرحة الموجودة فمشاء الله يعني مبادرة طيبة طيب ممتاز أنا هنا مبادرة جميلة جداً الجهود اللي أنتوا تقومون فيها وايد حلوة أبغي أعرف الأمور اللي تسوونها عشان تشجعون المتعاملين على استخدام هذه التقنيات الذكية ما أدري يعني باجي بس تعطونهم بيزات عشان هم شسمة يسجلون أو ترغون عنهم الرسوم يمكن دهنا طبعاً في مثل ما تقول الأمور التوعوية أو مثلاً وسائل التوعوية نبعث لهم مثلاً طريق البريد الإلكتروني النظام نفس أصلاً دائماً يحدث ويأخذ حتى نأخذ رأي العميل فإذا عنده أي مشكلة في النظام يتم تطويره عن طريق مثل ما قلت المسجات توصل لمسجات أصلاً حتى بدون يعني نحن نبعث على أي طلبات نبعث المسجات الرسائل النصية وكذلك نرسل لهم البريد الإلكتروني بحيث أنهم يلجؤون للنظام جميل ليس سميتون نظام شريان لأنه شريان لأنه تفضل شريان يعني هي عملية يوفر مثلاً مثلاً ما تقول خدمات كبيرة للقطاع الخاص والقطاع الحكومي فيمشي في النظام يمشي في ما بقول في الدن في عروق المنظومة الصحية في إمارة دبي فأنا عايب أنه اسم اسم جميل جداً يعني خدمة شريان لتسجيل وترخيص المنشآت والمهن الطبية يعني العاملين في القطاع الصحي في إمارة دبي ما شاء الله يعني كثار اليوم نحن نتكلم عن قطاع خاص يشكل 70% من مزودي الخدمات في إمارة دبي إذن كان لابد أن نتوجه لبنظام ذكي قادر على أنه يتعامل مع مختلف الخدمات التي ممكن تقدم ويتماشى أيضاً مع المبادرات الذكية لتطلق حكومة دبي صحيح نحن خلاص يعني واصلين إن شاء الله سنوات قليلة وبتكون حكومة بلا أوراق إن شاء الله يا رب ليلى كلمة أخيرة تبغي أن توجهينا قبل ما اختم معات أشكر القائمين على هذه المبادرات سوى في الدائرة المالية وهيئة الصحة بدبي وإن شاء الله إن شاء الله يعني رح ننجح مثل ما نجحنا العام بحيث أن نحقق رؤية حكومة دبي أن ندائماً نوجه المتعاملين إلى التطبيقات الذكية جميل شكراً لت خذنا ليلى الحداد مسؤول العناية بالمتعاملين في قطاع التنظيم الصحيب هيئة الصحة بدبي مستمعين الخدمات ترى يعني الأسبوع هذا بس عشان ما بتكلم عن هيئة الصحة بشكل خاص لا أتكلم بشكل عام الخدمات بتكون ذكية فأرجو منكم يعني قدر الإمكان استخدام هذه النوافذ الذكية هذه التطبيقات الذكية توفر عليكم موائد أشياء لين أمسات عندي واحد من الشباب يعني قادر أن يا أخي مثلاً تطبيق البنك نفسه زين أي بنك هذا في له تطبيق يا أخي يوفر لك مزايا وايد لا المصر يشتري تيكت من التيكت هذه يدخل الأرقام سواء بيدفع سائل بيدفع فواتير للهاتف المتحرك ولا شو يسأل يا أخي الحياة حلوة إيزي يعني تقدر تخلص وايد معاملات الكهرباء البادي يعني شو أقول بادي يرغلنا كل الرسوم إن شاء الله قولي في مداخلة وراجعين صحة وسعادة سعد الله ووقاتكم مرة أخرى مسمعيني الكرام حياكم الله معانا في برنامجكم صحة وسعادة بس أحب أذكر مرة ثانية الفايزين معانا بمسابقة هيئة الصحة بدبي الأسبوع الماضي كانت مقدمة ألف درهم بالتزامن مع مشاركة الهيئة في جايتكس 2018 اللي فازوا معانا يتوجهون إن شاء الله إلى مبنى الإدارة العامة في هيئة الصحة بدبي يسلون عن قسم الإعلام من يوصلون هناك إن شاء الله الجماعة بيسلمونهم الجائزة بس لا تنسون يتيبون معاكم الهوية للتأكد من شخصياتكم عموما يعني تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة بدبي تنطلق يوم الأربعاء فعاليات مؤتمر دبي العالمي للتغذية بمشاركة نخبة متميزة من الأطباء والمتخصصين والخبراء الدوليين والإقليميين في مجال التغذية والتغذية العلاجية للمرضى يعني أنا ما أريد أتكلم عن موضوع التغذية وأهميتها في البرامج الصحيح لأنه صارت الحين هذا علم قائم بذاته سواء كان التغذية الصحية بكل أنواعها عموماً معايا في الستوديو أخذنا العزيزة وفعايش مدير إدارة التغذية العلاجية في أية الصحة في دبي صبحت الله بالخير دكتورة والسرور هي تغذية علاجية أو تغذية سريرية الاثنين الاثنين صحيح نفس الشيء أنا بسألت عن بعض الفروع هذه ولكن اليوم نحن نتكلم عن هذا المؤتمر العالمي الذي تستضيفه في مارد يمكن قبل الفاصل أنا وعت واحد من الإخوان سأل سؤال قال انتشر مقطع عن وحدة نزلت في حدود خمسين كيلو بسبب حمية غذائية تتكون من أكل فواكه والخضاء والحين يقول هل هذا النوع كاملة متناولة متوازنة صحيح ولكن دكتورة الحين بدأنا نسمع عن بعض الناس اللي يسمونهم الفيغن اللي ما في شيء غير الخضرة الفيغنز أول شيء تعريفها هم بيأخذوا حبوب البقليات كمان وهي فيها نشويات تجي تحت إطار مجموعتين البروتينات فيها وفيها كربوهيدرات ومن نفس الوقت الخضار ولكن اللحوم ممنوعة الالبان ممنوعة كل البروتينات الحيوانية خلينا نقول ميش موجودة وهذا بسبب نقص ويؤثر على الصحة فيما بعد نعم الآن بالنسبة للخضار فقط ليس كل ما ينشر بقاطع التواصل الاجتماعي صحيح وتسعين بالمية غير صحيح نعم وللأسف الشديد دائما تلاقي الناس تتجه إلى إنها تعمل لك شغلة كفاشن كنوع من الموضة صح والناس تتبعها يا جماعة الفاكهة شو مكان نوعها تحتوي فقط على الكربوهايدرات والفيتامينات البروتين اللي هو مهم للنمو تجديد الخلايا تجديد الجلد تجديد الشعر لنمو الأطفال لنمو الجسد لمنع الهشاشة العظام لمنع الأمراض لتكوين الإنزيمات في جسم الإنسان مجرد أنك تاخد بس فواكه أنا منعت نوعين مهمين الدهون اللي هي مصدر ثانوي للطاقة وإله خاص في حمل الفيتامينات الذائبة بالدهون ولعلمك للأسف الشديد يا محمود الآن كتير ناس عندها فيتامين دال نقص لأنه صارت موضة كله خالد دسم خالد دسم خالد دسم عدم وجود الدهون وهي الناقل تحتاج وسيلة نقل لأي مكان في الدنيا صح إما رجلك إما بسكليت إما طيارة إما سيارة إما ترام أي شي صح ما بتقدر تنتقل من مكان لمكان وإنت ثابت بدك وسيلة نقل وهكذا الفيتامينات الدائمة في الدهون إذا أنت ما موجود ووسيلة النقل تبعتها يصير عندنا نقص وعشان هيكصر عندنا نقص حاج في كتير من الفيتامينات عرفت كيف فالخضروات يا صديقي العزيز اللي سألت ليست حمية سليمة ولا أنصح فيها لا أنا ولا أي خصائي تغذية عنده أمانة في المهنة جميل يقول هنا أبو برعي أخو يوسف أنا معاك بكل كلمة الهيئة الصحة جميعا ما عليهم زود وكثر الله من أمثالهم شكرا لك يا أبو برعي شكرا شكرا نتكلم عن أهمية المؤتمر وهذا يعني الدورة الرابعة نعم الدورة الرابعة ماشاء الله مؤتمر عالمي للتغذية خبرين عن هذا المؤتمر والعدد المتوقع لحضور هذا الحدث العلمي المتخصص العام ما شاء الله كم كان عندكم الف واربعة وعشرين والسنة كم إن شاء الله لنطل الف ومتين ما شاء الله عليكم أتوقع يعني لغاية الآن الحمد لله سبعمية وشوية جميع أنا أتصور يعني ونسبوت بعد ضعف الرقم هذا نعم إن شاء الله بإذن الله خبرين عن هذا المؤتمر دائما هيئة الصاحب الدبي الإمارات العربية المتحدة دبي تحديدا وإثبتا بصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الله يطول أمره نتبه إلى رقم واحد صح؟ فإحنا لأول مرة حيكون كل سنة بيكون عندنا أول مرة لسنة الفاتت كانت الجمعية الأمريكية للتغذية الأموبية والوريدية لأول مرة تجي على الشرق الأوسط ككل وتواجدت وعملت ورشة عمل وعملت محاضرات يجوا من أمريكا لهون وبالتالي وسنة إن شاء الله متواجدين معنا بيعطوا الشهادة مع ورشة العمل المعتمدة من أمريكا ومن هيئة صاحب الدبي طبعا السنة وعبر إذاعتك الكريمة لأول مرة حنقول أنه معنا لأول مرة أيضل في الشرق الأوسط الجمعية أخصائية تغذية الجمعية التغذية الأمريكية الأي أس أن لأول مرة في الشرق الأوسط ما إيجات قبل هيك وما عملوا قبل هيك أي فعاليات لأول مرة حكون لهم الاثنين سواء جمعية الأمريكية الأسبن أو الأي أس أن الاثنين حكون لهم بوس يعملوا حتى عضوية للأشخاص اللي حابين يكونوا منبرس منتاز أنا هنا أبغي أسألش قبل أن أدخل لأهداف هذا المؤتمر أهمية وجود مثل هذه الجمعيات هاي الجمعية شو تشكل أهمية بما أنت أنت ركزت عليها بشكل كبير أنا عندي تلات جمعيات الأوروبية الأسبن وكانت معي من الأول المؤتمر والأسبن دخلت السنة اللي فاتت ومعاي التنتين هذوري من أول يعني السنة الفاتت وضفنا عليهم الأي أسن كل الأبحاث اللي انت شايفها في مجال التغذية هاي اللي نقراها نعم الكتب التي تؤلف المؤلفين لهاي الكتب العلماء اللي يدرسوا في الجامعات إحنا جابينهم إن شاء الله ما شاء الله عليكم إذن يعني هناك يعني أطباء ومتخصصين خبراء دوليين وعالميين في هذا المؤتمر الدورة الرابعة مؤتمر أنا يعني عاصرت فيه أكثر من الدور يمكن من الدورة الأولى أنا عاصرته فجميل جدا وأشوفه كل سنة يتطور بشكل أو بأكثر خلينا نتكلم عن أهداف المؤتمر هذه الجمعيات الذكرتية يعني تشكل قيمة علمية كبيرة لهذا المؤتمر وللمهتمين بمجال التغذية العلاجية بشكل كبير وهي وبنضمن مؤتمرنا وبالتعاون مع جامعة زايد كمان عملنا في دبلومة تمنح للأطباء والصيادلة وإخصائية تغذية اسمها دبلوم الجمعية الأوروبية لتغذية الأمبوبية الناس كانت تسافر على أوروبا عشان تعمل تعرف لازم تعمل 60 ساعة مؤتمدة أونلاين و60 ساعة لايف تمتحن إحنا جايبينها بالمؤتمر وحنستمر فيها في دبي عن طريق خيئة صح الدبي بالتعاون مع جامل زايد ممتاز فحنأهلهم فقط الامتحان حيكون في أوروبا فقط امتحان نهائي لكن كل الساعات حنحاول نساعد الناس لهم يعملوها في دبي وهذا بالنسبة لهم كل المدل التشرق الأوسط بالخليج العربي حيكون موجودين عشان يعملوا الامتحان لنا وحيكون لنا يومين يوم الخميس ويوم الجمعة ياخدون الكورس ياخدون الكورس ويمتحنوا في امتحان طبعا خلال المؤتمر نعم بس فترة المؤتمر بس فترة المؤتمر وفي شهر اتنين مع زر العزايد كمان لأنه لازم يدرس الساعات بس هيئة صحة دبي يعني أنا كوني معتمد مدرس معتمد عبر العالم العربي لغاية الآن جميع له كمان دكتورة كعالم عربي معتمد نأهل الأطباء وأخصائي التغذية هي فعليا فقط للأطباء كانت أولا لا تملح الأخصائي التغذية الآن الآن دخلوا معنا كمان الأخصائي التغذية فيعني أي حدا حابب ياخد دبلوم في التغذية العلاجية بالتحديد والميتابوليزم واللي بتاخد كانت تاخد خمس وست سنين لأنك مطرف تسافر كل بلد بعمل فيها الامتحان مرة في السنة الحين نحن نعمل كورسات ثلاث أربع مرات في السنة عشان أهلهم أسرع أنهم يدخل الامتحان ممتاز جدا طبعا نحن بدأنا القصة من تحت نعم اللي تكلمنا عن المشاركات الدولية وعن الجديد ولكن خلينا نتكلم عشان شوقهم خلينا نعرف شو أهداف هذا المؤتمر اللي أنتوا تسعوا له كوني أني أنا جاي بهاي النخبة فالهدف الأساسي أني أنا أعطي كل المهنيين سواء من أطباء صيادلة ممرضين خصائين تغذية خصائين تغذية علاجية آخر ما توصل إلي العلم من الطفل في بطن أمه لغاية كبار السن نحن نغطي لأنه أنت عارف لدينا توتراكس لدينا مسارين مسار كلينيكي بحت ومسار تثقيفي بحت الكلينيكي اللي هو للأطباء الصيادة لأخصائين تغذية والممرضين والآخر التوعوي للمثقفين الصحيين للمدرسين اللي هم الأخصائين تغذية العام للمدرسين اللي علوم مدرسين الاجتماعيين أي حدا بيعطي معلومة عن تغذية أهله وسهله في فوق طبعا ممكن نسجل جميل أبرز المحاور طبعا المحاور عندنا كتير عندك هداف ثانية ما بدأ أقول هدف ثاني هدف ثاني سقل المهارات نعم إحنا كتير التغذية لها دور في عملية آآ كل مكان غذاء الشخص آآ سليم كل مكان آآ شفاءه أسرع صح محمود وبالتالي بيطلع من المستشفى أسرع تكلف على الحكومة أقل يعني مش بس عم نحكي عليهم حتى عم نحكي اقتصاد عم نحكي كيف ممكن أنه التغذية السليمة تخفف العبء على الحكومة عبر التوعية عبر العلاج التغذية والسليم عبر آآ آخر المغذيات اللي موجودة اللي بتفعل عملية الشفاء السريع للشخص جميل آآ طبعا عنا خلينا أقول لأول مرة أيضا إحنا مسميها السنة اللي فاتت جيبنا آآ دا فاضر أو فيتامين دي الأب الروحي اللي فيتامين دال إذا بتتذكر وتكلم عن أهمية الفيتامين هذا المكتشف لأهمية فيتامين دال كان لعننا في مؤتمرنا وشرفنا السنة لأول مرة في الشرق الأوسط وفي العالم العالمي هتكون لعننا بروفيسر اسمها بروفيسر باربرا وباربرا هتتكلم عن دور آآ آآ حليب الأم آآ والسكريات الموجودة في حليب الأم في آآ صحة الطفل هنتكلم عن البكتيريا النافعة والبكتيريا اللي هي المغذية اللي تتغذى عليها البكتيريا النافعة حنتكلم عن تغذية الأطفال تغذية الأطفال في المستشفيات في الأماكن لما يكون عندهم مسترس حرج يعني تقدر تقول المحاور اللي منغطي فيها كل المحاور لها علاقة فيما هو جديد في علم الغذاء الحروق الكبد الكلة البنك الرياس يعني هشاشة العظام كل الأشياء اللي لها علاقة في التغذية وكمان حطينا المرة هاي محمود حطينا مكان للبحوث نعم أكيد عنا إحنا بوسترات بين العالم مقدمينها وحيكون في فائز فيها أحسن بوستر وعنا مستشفى راشد عنا خصائي تغذية ثلاثة من جامعة الإمارات ثلاث صبايا مواطنات عنا هقدموا بوستر حيكون موجود حتى كهيئة صحة دبي لها دور في المؤتمر حيكون في عنا تجارب بأبحاث من داخل الإمارات حنعرضها على العالم إحنا شو بنعمل بحوث في جامعاتنا في عم مستوى الجامعات وعم مستوى الإمارات بعلم التغذية وإضافة إلى مشاركة الآخرين في بحوثهم العلمية طيب في واحد مرسل المسج هني أخت ميرا بتحاول تتصر فيك إذا ما بحاب تطلع معانا على الهوى كان يعلق على موضوع الفيغان إذا ما بحاب تطلع معانا على الهوى أنا ممكن أقرأ الرسالة كاملة والدكتورة ترد عليك أو كان إذا في عندك أي استفسارات ثانية ممكن الدكتورة بعد تتكلم معك في هذا الموضوع لأنا مو مقتنع بكلامك أبدا دكتورة خلينا نشوف الفيغان مش صحي تماما خلي إذا بيطلع ويانا على الهوى ما بيطلع إلا إذا بياخد خلينا أنا أبغي بس أخلص للمؤتمر لأنا بتكلم عن على السريع دكتورة الورش المصاحبة للمؤتمر بشكل سريع وأيضا المحاضرات المحاضرات وأيضا كفية التسجيل هلأ تفزيل تسجيل بدأت يدخلوا على www.dubaynutrition.com ويسجلوا عنا 85 محاضرة عنا 8 ورش عمل وزي ما اتفقت عنا مسارين المسار الكلينيكي والمسار التطقيفي مجرد ما يدخلوا على الويب سايت تبعا الهيئة على www.dubaynutrition.com بيقدروا يسجلوا المؤتمر لكن بالنسبة لل الاسبن للديبلوما اللي بدأ يدخل الديبلوما يمتحن الرجاء التسجيل في الاسبن أولا وبعدها ويتبع الخطوات عشان يكون معنا بالموقع جميل هذه شغلة وايد مهمة اللي حابين يستفيدون من شو اسمها الجمعية الجمعية الأوروبية للتغذية الأنبوبية والواردية اسبن الجمعية الأوروبية للتغذية الأنبوبية والسريرية تسجلون في موقعهم وبعدين يتكمل ويدخلوا على لونج لايف لرنينج عشان يدخلوا ويسجلوا يعتمدوا له الممتاز المعرض بيبتدي يوم الأربعة نعم أربعة وعشرين من الصبح من الساعة تمانية لغاية خمسة ونصف المساء لين خمسة ونصف المساء يوم الأربعة وبيمتد كم يوم؟ أربعة وخميس وجمع أربعة وعشرين وخمسة وعشرين وشتة وعشرين عشرة بإذن الله نزيل أربعة وخميس وجمع المؤتمر عفوا المؤتمر وفي معرض مصاحب له طبعا ومش بس معرض في معرض مصاحب في سوق التغذية اللي هو دايما عندنا وعندنا مختبر التغذية مختبر التغذية اللي هو كمان مش موجود اللي في مؤتمر هاي صحة دبي بالعالم المؤتمر والسوق مش موجودين إلا عندنا شيء خاص في مؤتمر دبي الدولي للتغذية المختبر هذا بيعرض شو الجديد في عالم التغذية اللي نعمل للمستهلكين على مستوى العالم العربي الحين أقول لي ثلاث دقائق دكتورة قبل أختم في شيء تبغين تضيقين عن المؤتمر بالنسبة للمؤتمر أتمنى تشريفكم ويسجلوا لأنه فعلا المحاضرين الموجودين زي ما تفضلت محمود هم نخبة من العالم والعالم العربي والمحاضرات التي ستذكر كان شرط أساسي أن يتم عرضها لأول مرة في مؤتمرنا لم يتم نشرها في مؤتمر تاني ولا حتى الدراسات لأول مرة نتفرد في هذا الموضوع في وائد أمور خاصة بالمؤتمر كذلك عن الأبحاث والدراسات اللي عرضت قبل وكذلك لكن نحن هذا الأسبوع إن شاء الله بيكون حديثنا يعني مؤتمر دبي التغذية فيه أكثر من مرة ونعطيكم معلومات أكثر بعد كذلك ويوميا إن شاء الله من نوه بضرورة التسجيل وكيفية التسجيل في هذا المؤتمر هنا صاحبنا يقول عندي تعقيب على كلام الدكتورة الفاضلة الخضروات والفواكه هي مصدر أساسي للبروتينات والكالسيوم وجميع العناصر التي يحتاجها الجسم وأنا مريض انخفض عندي السكر والضغط والكوليسترول بشكل كبير بعد تطبيق نظام الفيغن نرجو تحري المصداقية قبل الحديث عن أي شيء وشكرا بداية مع احترام خليني بس أنا يعني على موضوع التحري المصداقية أنا بقول لك شغلة الآن نحن نتكلم باسم هيئة الصحابي دبي نزيل مع هيئة الصحابي دبي أي شيء تسمع من عندنا هنا إن شاء الله يعني نزيل هذا تسمع من الناس المعنيين نعم الآن ما تبغي الكلام مماشي على على مزاجك أو على هواك هذه مشكلة أخرى نزيل أنا حبيت أنك تطلع وياي على الهواح حبيت أنك تتكلم ما بغي تعقب على الرسالة بهذا الشكل لأن المصداقية محترامي الشديد هذه خط أحمر بالنسبة لنا نزيل ما نزايد عليه نحن هيئة الصحابي دبي جهة حكومية رسمية ما رح أعطيك معلومة بتضرك يعني أو شيء لا بالعكس أنا قاعدة فند المعلومات اللي قاعدة تضر الناس واحدة منها هذه المعلومات فضلي دكتورة بداية خلينا أقول معلومة أنا بشكره على بحترم كل الأراء بضبط الفيغنز مش فقط خضار فاكه فقط وفي بقوليات وأنا تكلمت وحددت أنه البقوليات يا صديقي فيها بروتينات زي ما تفضل وما قلت ما فيها أنت عم بتأكد كلامي أنت لا تنفيه بشكرك أنت عم بتأكد الكلام اللي أنا قلته صح بس قلت الفواكه ولكن الفواكه فقط والخضار ما فيها بروتينات يا صديقي لا يوجد فيها بوتينات فيها كاربوهايدرات وفيها فيتامينات فيها معادن كالسيوم وفيتامين وحديد نعم الحديد فقط مثلا عالي جدا في السبال لكن انتصاصه صفر صفر فأنت الناس الفيغنز إذا ما أخذوا مدعمات أو ما أكلوا الأكل ومعاها فيتامين سي حيكونوا عندهم نقص مش كل الناس يمكن عندهم وعي الفاضل للبعث الرسالة يمكن أنت حضرتك عندك وعي وبتعرف كيف تأخذ الأكل مع فيتامين سي مدعم بس هو دكتورة أنا شفت أكثر أنا عندي ناس عندهم سلطة شواء خلقي بسبب الحامل لأنها كانت فيغن فاضطرين أنا عملت تدخل ما يقول لي فيه دراسات بتتبت الكلام اللي أنا بقوله أنا ما أتكلم من هواء أنا أتكلم بناء على علم جميل دكتورة أنا شفت كم حالة مرت عليه ندري طولنا في هذا الموضوع بس على السريك شفت كم حالة دكتورة بالفعل شفتوا مستفادوا لما حولوا نظام يعني استفادوا لا بيستفيدوا ولكن يجب أن يأخذ مع المدعمات على المدى الطويل حيصير عندهم مشاكل محمود جميل إحنا ما بنحكي على المدى القصير وإلا كان اعتمادوا خصائي التغذية العالميين كمنهاج لتخفيف الوزن طحيح ليش ما نعملوا طيب أخي الفاضل الله يخليك نحنهني يعني موضوع المصداقية بس الله يخليك هذا ما أقبل التشكيل وإذا بحب أبعط له أي مصادر موثوقة أنا عندي كراوس ممكن يدخل عليه بعد الناس سني دارسين دكتورة أنتوا دارسين ما شاء الله صار لكم اشتغالي في هذا المجال العشرين وخمس وعشرين سنة يعني أقل واحد فيكم ست سنوات وكذا تجربة فردية مو معناته مثل اللي ييني على موضوع التطعيم يقول لها تأخذوا التطعيم والتطعيم أصلا يعني خلى أمراض تنقرض أمراض كانت تقتل ملايين البشر ومليارات البشر وييني واحد في السوشال ميديا ولا ما أدروا وين يقول لك والله لا تأخذ تطعيم يا جماعة الخير يعني بارك الله فيكم قليلا من التفكير أقولكم إياها من الآخر أي موضوع يعني ما تأخذونه من جهات الرسمية المعتمدة هذا رح يأثر عليكم بشكل سلبي سامحوني أنا ساعات شوية يعني تضايقني مثل هذه الرسائل اللي تتحدث عن المصداقية أيمن بدأ يدق بريلة وكذا ومحتاج يطلع ينهي البرنامج شكرا لك ميرا لخفلي كانت معنا في التنسيق شكرا لك الدكتورة وفا شكرا لك عايش ونتمنى لكم التوفيق في مؤتمركم مؤتمر دبي العالمي للتغذية شكرا لك أيمن سرحي كل الشكر لزميلنا حسن البلاونا على أعداد هذه الحلقة وهذه تحياتي محددكم محمود وسف العلي وحتى أن نلقاكم إن شاء الله في الغد نقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي